السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء مرحبا بكم واش قد نقول لكم انا عندي متذبعين ديولي وتلامدتي كالني من السبع هو معيا ومازال الى الان وانا فخورة بعد الاخلاص وكالني شي واحدين ما شي متذبعين غير تيدخلوه لكن انا ركن حبكم وخاص على القولية ديكتا عالق سيلفيا انا عارفة انني موجودة في مكان بقعة في قلوبكم على كل ماشي اللي كيحبك ولي كيقولك انا حبك رحت ذلك اللي كيكرهاك ركيكون كيحبك كتار من ذلك اللي كيقولك انا كان حبك لا على اخر تطبيق الصفحة 80 كتاب الرائد الفئة المسهدفة جدع مشترك علمي التطبيق هو واحد نصف يعني في علوم اللغة كي يترعى الاشهار الاشهار في كل الاحوال حديث هادئ قائم على الاستمالة والترغيب من اجل الاقناع وكل اقناع يقتدي اقامة البرهان والاستدلال بالحجة التي تدعم الاطروح المقدمة بحيث يؤدي حتما الى نتيجة في صالح مقاصد المتكلم ونعتقد ان اقناع الاشهار عملية خطابية تستعمل ذلك المنطق البلاغي الذي يعتمد على ترتيب الافكار في شكل جمل منتجة بمعاني تهاور الوعي واللاوعي معاني فالاشهار سيف دو حدين انه كالبوصلة التي توجه اذواقنا وتؤثر في اختياراتنا حتى لا اطيل اليكم اضغطوا على النص وقرأواه قراءة جيدة هنا في اسئلة الفهم والتحليل قالوا لك حدد مفهوم الاشهار من خلال النص النص شاف اشهار لانه واحد عملية تمرير يعني كلام يمر بهدوء حاملا كل وسائل الترغيب من اجل اقناع المستهلك بالمنتوج ما هي التقنيات المعتمدة في الاشهار بغية اقناع المستهلك واعدنا تقنية علمية كيفش تقنية علمية را منيك ندروا الاشهار را ماشي احنا مثلا منيك نتفرجوه في التلفازه كانشوفوه ذاك الشامبوان ضب 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 ولا كانشوف الكوكا ولا كانشوفو البونج ريش بون اي اشهار ولا كانشوفو بيمو ولا كانشوفو اي اشهار اي اشهار سيارات ومنازل اي اشهار را ماشي محطوطة داك الإشهار زي ما هكا بسهولة قاموا عندوا واحد تقنية تقنية علمية تصوير را فيه الآلاء وفيه الكاميرا وفيه بزاف يعني فيه تقنيات بزاف والصوت والإنارة إلى آخر هذه كلها تقنيات را الإشهار ما كيجيش ويدار أولا ندخلو في هذه المسألة عادا نكمله الإشهار بعدها لكل مجتمع نوع من الإشهار حسب تقافته وأذكاره دا مثلا في أوروبا دا بيدروا ش إشهار على كوكاكولا اش كي يديروا كي يدروا ثلاثة أو أربعة سدراري كي يجريوا سكي يعني دارين ديك الدراجة اللي ما شكي يقولولي الزلاجة وهزين كوكا وكشكيشة دي الكوكا ياك ولبسين زيان را ما ديريش الإشهار على دي كوكا را ديريش الإشهار جاكيطة للاسين على التريكو على المجاني على الصباط صورة صورة عملية تتكز وتعتمد على التقليات كل ما هو تقلي لأن الهدف من الإشهار هو إطارة الانتباه ونشوف الدول ما نقولوش دول لا أريحب أن أسمي بذلك الإسم الدول اللي في طريق النمو دليلنا إشهار على كوكا أش كيديرو كوكا وحدها مرأة لا ما نقول لكم كيديرا ديك لامرأة كم لون عدكم ليش لأنك تعكس تقافة تكش الشعب المعين را الإشهار كيديرو له دراسة دراسة اجتمعية دراسة اقتصادية نمطيش الأفكار والشخصية والوعي واللاوعي را قالوا لي منتجة لمعاني تحاول الوعي واللاوعي وصيروا عن فرد ويشرح لكم زيان الوعي واللاوعي آه بوم وعندنا هالتقنيات تقنيات معتمدة التقنيات العلمية يعني من الصورة والصورة ما شي ما شي غير نصورك بالكاميرا وصاب الصورة تلاتي الأبعاد وكده وكده ممكن تدخل بالتقنية جميع تكنولوجيا كندخل في ذلك الإشهار لأنه سيف دو حدين لاش كنخدموا في هالتقنية ما هي تقنيات معتمدة في الإشهار بغية تقناء المستهلك هذه تقنية اللولة تقنية مادية علمية وعندنا حتى تقنية فكرية كي بقيت لكم أنهم كيدرسوا الحالات النفسية والشخصية للمستهلك كيدرسوا أفكاره كيدرسوا الرغبات دياله كيدرسوا حالتون نفسية اللاشعور دياله كيدرسوا باش يعطوه هذك الإشهار لأن الهدف هو الربح لأن الهدف هو الربح كيدرسوا ليه للجانب العقلي الدرجة الأولى للإسارة باش يتمشي المنتوج ويكون الطلب يعني هما كيدروا العرض هو الإشهار عرض وباش يكون الطلب كيدروا هذ الحويج باش يجيو دير إشهار شاملة إذن تقنيات تقنيات تقنية يعني من ناحية العلمية ومن ناحية الأدبية يعني كيدرسوا الحياة الاجتماعية والفكرية لمجتمعين ما هذك يمروا له هذك الإشهار بين الأهداف الذي يسعى إليها الإشهار إلى تحقيقه هو الربح يعني الأهداف يعني أنا مني كان نخاطب رأى الصورة خطاب الإشهار مش غير الكلام الصورة رأى الصورة رأى خطاب رأى مني كتمشي للشارع وكتشوف واحد اللافيتة فيها واحد الكلام همر ومرصوم فيها دبابة ولا مرصوم فيها حنش ولا مرصوم فيها شي حاجة فيها إتارة رأى هنا هذك الصورة مكدوش ولكن خطاب إقناعي صرف محض يعني لاش لأن الهدف هو مراوضة المر عن نفسه يعني كتخليك حير إتارة بعد مرة يدروا العكس بعد مرة يقولك لا تشتري لا تقترب لا ترمي الأزبال لأنك رمي الأزبال لا تعبر الشيارع لأننا نجو الوسط وكانوا الشيوح رضي النفسية لا يكون الشيوح لأن الإشار يلعب على عقلية الشعوب ونمط شخصيتهم وأفكار ومعنى كنتشوفوها معكم كنقريكم لا تقوم بإمكانك بإمكانك إن شاء الله منها تطلع لأنها تقول يشقوا و يشوفوا في التلفاز و يدروهم على 12 من اللي كانوا يناكلوا و يدروهم على الربعة و يدروهم على وقت العشاء لماذا ذلك تكرار؟ لماذا يسقلك في الدماغ ديالك؟ و يدكت و يسدارك يمشي لعدك ريش بونط البصمة إذا شنو الهدف؟ الهدف هو دعاية يعني الهدف من ذلك الدعاية التجارية يعني يخليك يخليك تتاجئ لأنك تمشي تشري هذه السلعة بدلاً ما كانت عندك هيل فكرة أنت منك تشوف هذه الإشارة كانت أفكار ولكن منك يكون تأثيره عليك تولي عمليات كيولي فعل ما تبقاش غير تشوفه أنت كواحد الفرجة و كواحد الإطارة و تتأثير كيولي فعل كيولي سلوك ولكن شي دبا الشامبوان كدقوا ما ماكسير جي بضب ولكن انت كتشوف في الإشار ما كتشوف ضب كتشوف مثلاً شين أو آخر نهيرا قالت كسير شري ضب ضب ولا قالت كسير شري كأضب انت ما عاجبك لك كأضب انت مشيك يستمع عاجبك ولا ما عاجبش إلا انت كتتفرج في واحد الإشار ولكن لما تحتك توقف عدم الحامل كتقولي هذا اللي كتشوف في التلفزة دائماً دائماً ولا كتشوف في الكتوبة ولا في المجلات وكالسقليك في الدماغ نير كالبش تشري إذا تحولها إلى فعل نشوف أسئلة التطبيق قالك إيتي بأضد الكلمات الآتية الأطروحة ضد الأطروحة هي أطروحة نقيدة أخرى هتقول لي كلي جسد الأطروحة هي أطروحة أخرى تناقيدها معارض قد نقول أكس الأطروحة هي المعارض ليس جاد ليس موافق ولا نقول أطروحة أخرى نقيدة لا ضد المستهلك والمنتج ضد توافق أي تخالف تعارض تخالف الارتياب لأن الارتياب هو الشك والضد يلوه واليقين صرف الصرف والمحض ضد يلوه والعكر يعني المغشوش الممزوج المخلط قالك أشكل الفقرة الأخيرة شكلا تاما واخ يشكل الإشهار بوصفه دعاية تجارية خطابا إقناعيا سرطا فهو مثل المناورة يقصد بها مراودة المرء عن نفسه بتوظيف الموضوع وما يستدعيه من أفكار وتعابير في نص موجز يسعى إلى خلق الفعل لدى المستهلكي بين الغرض من إلقاء الخبر فيما يلي ونعتقد أن إقناع الإشهار عملية خطابية تستعمل ذلك المنطق البلغي فائدة تعبوا لازم الفائدة لأنك هنا عندنا توكيد رأينا أن الإشهارة دعاية تجارية يشكل خطابا إقناعيا صرفا حتى يلازم الفائدة لماذا؟ لأن فائدة الخبر كيكون مثل السماء صفية الجو موطر دعاية فائدة الخبر أما لدخلت شيء توكيد كي يلازم الفائدة استخرج ما ورد في النص متشبه وحدد أركانه الإشهار سيف هدنا المشبه ومشبه به فهو بليث وعندنا كالبوصلة الإشهار كالبوصلة مجمل لأننا لدينا الإشهار المشبه وأيضا تشبيب البوصلة مشبه به إلى هنا أودعكم تلامذتي الأعزاء أعتذر أعتذر وكن أحبكم بزيب ولا يخلكم لا يخلكم دروا أنا بعدها كفرحانة بكم هادوا اللي معايا مخلصين ممكن تفرجوا فيي وكتبوا لي التعالق وتحسوني بأنهم رأى معايا كنفرح عافكم مش غير تلقوا وتفرجوا وتستهدوا وتمشيوا سووا لوني لأن ممكن تكتبوا لي كأنها رسالة وكن حسب الفرح بحاجة أم جدة تنتظر رسالة من حفيدها أو ابنها أو بنتها تنتموكك وإحفظكم لي ترجمة نانسي قنقر